يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية امس كان يوم حافل لكل العالم ايوه كل العالم ماهو بس جيش الانيمي لان هجوم العمالقة او اتاك اون تايتن ماهو مجرد انيمي بل اصبح قضية وظاهرة وحدث عالمية ترقبها الجميع من الشر الى الغرب كبير الصغير عربي ولا غربي حقيقي الكل ينتظره وللامانة جماعة اعرف واحد يتابع دراما كورية ما يتابع الى دراما كورية اختار يتابع هجوم العمالقة برضو واعرف واحد ما يتابع الى المصارع تعرفون المصارع الـ WWE ويتابع هجوم العمالقة برضو كيف لا تسألني ليش هجوم العمالقة بالذات شوف الفيديو اللي في قناتي اتكلمت فيها عن ليش هجوم العمالقة عمل قوي ويصلح للجميع وليش لازم تتابعه طبعا انت ما وصلت الى الفيديو اللي انت قاعد تتابعه بس انا اقول لك ان الفيديو ذا ممكن ترسل الى صحابك اللي يبغوا يتابع هجوم العمالقة على كل حال واللي أبغى وصل لكم إنه هجوم العمالقة ما يقتصر على جمهور معين هو عمل يتابعه الجميع ويصلح للجميع كبارا وصغارا لا مو كبارا كبارا بس بس يصلح لجميع الأذواق يعني أمس وأخيرا نزلت الحلقة الأولى من الموسم الرابع وكانت مرة رهيبة صح إننا ما لحقنا نشوف أشياء كثيرة ولكن للأمانة كشفت لنا الكثير من الأشياء المهمة أو خلينا نقول إنها مهدت لنا الطريق لما هو قادم وعلى كل حال عشان ما يطول الفيديو إليكم أهم ما جاء في الحلقة الأولى أولا شفنا إن جيش مارلي عندهم معارك ثانية مع باقي دول العالم وعندهم أهداف ثانية وإن الموضوع ما هو واقف على الجزيرة ولا على الأسوار الثلاثة اللي عرفناها في الموسمة الثلاثة الأولى ومعركتهم هنا بالتحديد مع اتحاد الشرق الأوسط مع من بالضبط بالشرق الأوسط ما هو محدد ولكن الزية العسكري اللي شفناه للجيش الثاني يشبه بشكل كبير زية الجيش العثماني قديما وواضح إن الجيش اللي يمثل الشرق الأوسط هنا حاسب حسابه للعمالقة ومجهز مدفعيات ومضادات للعمالقة وبرضو بانيسور يشبه بشكل كبير الأسوار اللي عرفناها وشفنا كيف كانت الطلقات تؤثر بشكل كبير على العمالقة ودروعهم وبرضو وضح قائد المعركة إن طلقة واحدة من مضادات العمالقة ممكن تدمر وتنهي العمالقة عن بكرة أبيهم بالذات إذا جات في المكان اللي هنا خلف الرقبة مو بس كذا حتى لو كان من العمالقة التسعة جيم وعلى كل حال المعركة هذه صار لها أربع سنوات تقريبا وتم الانتصار في هذه الحرب أخيرا في هذه الحلقة والفضل يعود لمين؟ الفضل يعود لقابي اللي بنتكلم عنها بعد شوية وبرضو للعملاقة الجديدة اللي سموه العملاقة الوحش والعملاقة المدرع والقرد العين والعملاقة الكريه اللي شايل على ظهره الرشاشات ومدافع كلهم صراحة عمالقة كريهين ما عدا العملاقة المدرع كذا صراحة تحترموا صاح أنه كلب بس تحترموا وبرضو ما ننزل عمالقة المساكيني اللي رموهم من فوق الطائرة تكلهم كان يحزني إيه إيش هذا إيش التعنيف هذا ثانيا تم تقديم شخصيات جديدة من الإلديين الإلديين هم الشعب الغلابة اللي دائما يكلون تبن ويحولونهم لعمالقة ويعنفوهم كذا يعني هم أقليات مستضعفة وفي منهم ثمانمائة جندي في الصفوف الأمامية في هذه المعرك بمعنى آخر يعني كذا رامينهم للموت انتوا تموتوا وإحنا نعيش أهم شيء ما عندنا مشكلة على كل حال تم تقديم أربع شخصيات جديدة وكانت أربع شخصيات برضو هذه الشخصيات من الإلديين وعلى ما يبدو أنه بيكون لهم دور مهم في الأنيمي ما أعرف إذا الأربع كلهم مهمين ولا لا ولكن أهمهم واللي تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير هي البنت المعضلة أم عيون وساع قابي وبناء على تصرفاتها ويمكن لاحظتم إنها خليط ما بين ميكاسا وإيرن يعني كذا تحس عندها شجاعة وجرأة ميكاسا وكمان عندها تهور وعدوانية إيرن وحقيقي كذا لما تطالع فيها تحس إنها تشبه هم الأثنين ليش ما نعرف للمانا حبيت الشخصية وحبيت مشهدها في تفجير مضادة العمالقة ولكن بما إنها في صف العدو ممكن إننا راح نكرهها مستقبلا ما أعرف حقيقة بس إلى الحين البنت مرة رهيبة وحبيتها وكويسة وأرجوك لا تطلعي كريها بالله تكفي وبرضو لا ننسى إن خطتها نجحت وأنقذت جزء كبير من بقايا الجيش الإلدي هي الخطة كانت إنهم يضحعون بالإلديين علشان يدمرون مضادات العمالقة ويفتحون الطريق ولكن قابي الطفل النتفذي وخطتها البسيطة والخبيثة في نفس الوقت نجحت وفتحت الطريق للعمالقة وخلتهم إنهم يخرجون وينتصرون في المعركة قابي أوكي ساعدتهم وخطتها نجحت ولكن هدفها الأول ما هو الإنقاذ ولا هو الإنسانية هدفها أناني أكثر من إنه شي ثاني لأنها تبغى تثبت إنها جديرة وإنها تستاهل إنها ترث قوة العملاقة المدرعة ثالث حاجة شوفنا زيكي وهو يرمي العمالقة من الطائرة العمالقة هذول طبعا كلهم من الإلدين منظرهم مرة كان يحزن منذ كذا شكرا ليش كذا ليه يا أخي عموما ما باليد حيلة مستضعفين المهم بعد ما رماهم من الطائرة وعن طريق صرخة منه قدر يحولهم إلى عمالقة قبل ما يوصلوا للأرض وهذا جزء من الإمكانيات والمهارات اللي يتمتع فيها زيكي المرم ولحظة سقوطهم تم تدمير الكثير من الأحصنة والمعدات والكثير من جيش الشرق الأوسط ولاحقا لحقهم راينر اللي يبدو إنه صار أكبر في السن وبدأ بتدمير اللي قدر يدمره ولكن أثناء ما هو يدمر العدو معداتهم تشف إنه فيه مضادات ثانية للعمالقة موجودة داخل السور وكادت إنها تقضي عليه ولكنه ادارك الوضع معظل يا أبو يا قوي على كل حال هذه المشاهد توصل لنا رسالة جدا مهمة مثل ما ذكرنا في بداية الفيديو وهي إنه العمالقة أمام بعض الأسلحة قد يخضعون بكل بساطة إذا ما أخذوا حذرهم هذه الرسالة واضحة وصريحة أنهم كذا مركزين عليها أخيرا زيكي يقفز من الطائرة ويتحول إلى العملاق القرد كريه يا الله كم أكرهه ويبدأ يمارس عادة الكريهة ولكن هذه المرة بدل ما يرمي صخور وأحجار صار يرمي قذائف ولما كان على وشك إنه يقضي على ما تبقى من جيش الشرق الأوسط في المينة جاتوا كمية هائلة من القذائف ولكن العملاق المدرع أو راينر يتدخل ويأخذ كل الطلقات بالنيابة عنه وشفنا كيف تدمر كليا بسبب هذه الطلقات هو ما مات بس إنه فيما معنى إنه مرة الرصاص ذاك دمر أهله وأخيرا تصر رميات العملاق المدرع إلى السفن وتدمرها عن بكرة أبيها وبكذا ينتصر المارلين وتنتهي الحرب اللي دامت لأربع سنوات هذا بالنسبة لأهم الأحداث اللي تم عرضها في الحلقة الأولى بجوار أشياء كثيرة ما زالت مجهولة في شيء إلى الآن برضو مجهول وهو إنه هذه المعركة في أي زمن وكم تبعد سنة أو كم تبعد يوم أو كم تبعد شهر ولكن بناء على شكل راينر واضح إنه كبير في السن عن شكل اللي نعرفه أو إنه تغيرت الرسومات لما أنا من يعارف ولكن هذا يوضح لنا إنه المعركة ممكن تكون على بعد سنوات من حداث الموسم الأولى الثلاثة ويمكن لا ولكن الأكيد إنه راح نعرف هذه التفاصيل في الحلقة القادمة أو في الحلقات القادمة حلقة جميلة وواعدة وأعطتني نسبة الحماس اللي يحتاجها علشان أنتظر الحلقة القادمة برضو نقطة مهمة واللي هي الرسومات والمؤثرات البصرية اللي تم استخدامها واللي كان الكل خايف منها بحكم تغيير الستيديو إلى الآن حقيقة ما شفت شيء مزعج أي نعم الاختلاف واضح في شكل وطريقة الرسومات ولكن بالنسبة لي ما هي سيئة يعني الأمور كويسة على الأقل إلى هذه اللحظة ما عرفش بيصير في الحلقات الثانية ولكن إلى الآن الرسومات وباقي الأشياء مرة كويسة وشفنا المشاهد القتالية وشفنا المعركة كل شيء كان كويس صراحة ما في شيء يزعجني من ناحية الرسومات شاركوني أراكم في الحلقة الأولى ولو عندكم تحريات وتحليلات تخلوا من الحرق طبعا شاركوني إياها في التعليقات ويسعدني قراءتها لا تنسى الاشتراك في القناة لو منت مشترك والضغط على زر الإعجاب لو أعجبك الفيديو كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم شكرا